العرس ونحن في هذه الأحداث الانتخابات الرئاسية عندما نقول عرس الجزائر الذي لا نصنعه لوحدنا وإنما يصنعه كل الجزائريين وتصنعه كل الأحزاب مولاة ومعارضة ويصنعه أيضا حتى كل الشخصيات التي تساهم في هذا العرس الديمقراطي والتي ترشحت والتي ستتنافس ونعتقد بأن هذا عرس الجزائر ونحن نمثل مشهد من مشاهد ولكننا نعتقد أن المشهد الأهم في العرس الجزائري تمثل حزب جبه التحرير الوطني هذا عرس وعرس ثاني بصارحة عرس حزب جبه التحرير الوطني الذي انتظره المناظلون بشغف وهم متعطشون لأن يلتقوا بكل اختلافاتهم وبكل تنازعاتهم في يوم كهذا لقد طال الأمد على المناظلين وأنتم تتابعون الشأن السياسي في حزب جبهة التحرير الوطني بأن هذا الذي حدث أكاد أقول كان وهما وكان حلما بعيدا ولكنه تحقق اليوم في أن كل فرقاء الإخوة الفرقاء اليوم جاءوا على قلبي رجل واحد وكلهم تحت عباءة واحدة وكلهم تحت قيادة أمين عام واحد وكلهم جاءوا ينشدون بل يرشحون سياسيا سيد رئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة طيب الإخوة الفرقاء كلهم حضروا هذا حديث عن أجنع حزب التحرير الوطني أو الصراعات اللي كانت فيه قبل سنوات رح نتكلموا على هذا الأمر لاحظنا أن وجوه قديمة ووجوه جديدة منتخبون سابقون منتخبون حاليون وزراء سابقون ووزراء حاليون حضروا هذا التجمع قبل أن نتكلم لك على جمعية قدماء منتخبين اللي كانت حاضرة بقوة أيضا في التجمع لاحظنا غياب شخصيتين بارزتين في هذا التجمع اليوم وهما سيعد العزب الخادم وسيعمار سعداني اللي هما كانوا في اثنين أمناء عامين لهذا الحزب هل وجهتم لهم الدعوة؟ أكيد الدعوة لم تستثني أحد على الإطلاق كل مناظر حزب جب التحرير الوطني وكل كوادر حزب جب التحرير الوطني وكل إطارتها السابقين والحاليين وجهت لهم الدعوة دون إقصاء ولا تهميش على الإطلاق نحن نريد أن ندخل عهد جديد في حزب جب التحرير الوطني فعلا نحن نحتاج إلى كل طاقات حزب جب التحرير الوطني كل هذا التراكم الخبري كل هذه التجارب كل هذا الذي تكدس عبر نضالات حزب جب التحرير الوطني نريد أن نستغله فقط لصالح الجزائر ليس أكثر ولذلك وجه الدعوات الأخ الأمين العام الأسبق عبد العزيز بالخادم متواجد في القاهرة وقد تعذر عليه الحضور الأخ سعداني أيضا له ظروفه الخاصة وجهت لهم دعوتين شخصيتين نعم حتى والسيد عبد الكريم عبادة أيضا الذي تعذر أيضا لظروف خاصة أنا أجزم بأنه لا خلاف على الإطلاق ليس فقط هؤلاء رؤساء البرلمان السابقين يعني عبد العزيز زياري وسي العربي والدخليفة وسي ساعد بوحجة وكل الوزراء السابقين كما ترون كل قيادات كل الكوادر جاءت لتلغي ذواتها جاءت تتذوف